فإذن أحبائي قولي أنه أكون أو كوني أقول هذه الأشياء أنا أشبتكلم ضد شخص ولا ضد جماعة فالكتاب المقدس نفسه كان بيذكر خطايا الشعوب وما فعلته في الشعوب وكيف الله بدين هذه الشعوب بنفس الطريقة اللي تعاملت مع هذه الشعوب تتذكروا في أحرج اللحظات عندما كان يسوع في بستان جد سيماني وعندما جاء يهوذة الخائن وقبل يسوع أمسكوه طبعا الجنود فبطرس تلميذ المسيح بتعصب رح مسك الخنجر وضرب فقطع أذن عبد رئيس الكهنة والأعجب أن يسوع من المعجزة رد الأذن يا جماعة أليس هذا كفيل نعرف هوية وشخصية المسيح؟ بعدين قال له كيف تكمل الكتب؟ هو جاء بمخطط حتى يموت على الصليب ولكن العبارة التي ذكرها يسوع لبطرس اللي رد سيفك إلى غمده الذين يأخذون بالسيف كذلك بالسيف يأخذون أو بالسيف يهلكون فإذن العنف يولد عنف والدم يولد دم والقتل يولد الثقر والثقر يعني ما له حد ونهاية وإذا مشينا على مبدأ العين بالعين مع أنه المسيح علم عن المحبة خلينا نسمع من غاندي قال إذا طبقنا مبدأ العين بالعين كل العالم رح يكونوا عميان رح يكون أعور فإذن اتخيل لو طبقنا الشريع على كل واحد بيسرك نص العالم إديها مقطوعة وأكتر ناس اللي رح تكون إديها مقطوعة هم رجال الدين ورجال السياسي فإذن الكتاب واضح ما بتنزلش عن قداسة الله ولكن يظهر النور ويكشف ويفضح الظلمة فإذن أحبائي إحنا محتاجين فعلا محتاجين نتصالح مع أنفسنا محتاجين نواجه النفس تعرف أنه الشخص الشجاع هو الذي يواجه نفسه وهو الذي يريد أن يتصالح مع الذات إذا تصالحنا مع الله وتصالحنا مع الذوات نتصالح مع كل العالم إذا طبقنا شريعة المسيح في العزة على الجبل فأسعد الناس ما هو يقول يا لسعادة طوبة يا لسعادة هنيئا للشخص تخيل كل العالم بيكون سعيد وغني وقوي ومبارك لا في شعب محتاج ولا في أمة ولا في كبرياء ولا في خطيئة إذا مشينا على شريعة المسيح والسؤال ليه ما منمشي على شريعة المسيح آه العالم مادي وكل منظام العالم وفلسفته وقيمه قيمه مادية فيحتاج إلى ديانة مادية اللي تتناسب مع هذا العالم ولكن قال يسوع مملكتي ليست من هذا العالم هذا لا يعني أنه لا وجود للمؤمنين لا وجود المؤمنين حتى في قلب قلب الأماكن اللي تعتبر مستحيل أن يكون فيها صوت مسيحي اشتركوا في القناة